السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم وأصعد الله بالخير أوقاتكم عادل الإعلان عن وفاة عبد المجيد الزنداني وإلى التفاصيل تغفية رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح الشيخ عبد المجيد الزنداني اليوم الاثنين عن عمر ناهز 82 عاما وأكدت مصادر مقربة من أسرة بيت الزنداني أن الشيخ عبد المجيد توفي في أحد مشافي الجمهورية التركية بعد معاناة ضويلة مع المرض فيما أكد ذلك نجله محمد في منشور على صفحته بالفيسبوك وعضحت المصادر أن الزنداني توفي في أحد مشافي مدينة إسطنبول التركية بعد أكثر من شهر من إصابته بجلدة دماغية أدخل على إثرها العناية المركزة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وأشكركم على حسن متابعة الإصلاة ولا تنسوا العجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته